بدأت شركة العطارات للطاقة التشغيل التجريبي للمحطة الكهربائية بمصدر وقود أردني مستقل وهو الصخر الزيتي عضو مجلس الإدارة محمد المعايت قال في تصريح لرؤية أن الشركة بدأت المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي بتصدير الكهرباء المولدة من الصخر الزيتي لشبكة الكهرباء الوطنية بقدرة 235 ميجاواط في تمام الساعة التاسعة وخمسين دقيقة حيث تم تشغيل اللجنة لمتابعة العملية والتي أكدت أن الأمور تسير بشكل إيجابي تفوق التوقعات مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد عشرة أيام بنفس الأحمال وهدف التشغيل التجريبي المجاني إلى التأكد من قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية لتحمل الطاقة المولدة والتي ستستمر لمدة 120 يوما قبل البدء بمرحلة التشغيل التجاري وأشار إلى أن المحطة كان قد بدأت التشغيل التجريبي يوم الأربعاء الماضي ولم يستغرق سوى دقيقتين لعدم جاهزية محطة التحويل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية